بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الأطهار الطيبين ومن صار على خطاهم إلى يوم الدين حبيبات في الله سلام الله عليكم جميعا موضوع هذه الحصة بإذن الله يتمحور حول أمور هي تعتبر من الممنوعات بين الزوجين أثناء الخلافات فمهما كان الخلاف بينكما عميقا أو سطحيا هناك أمور لا بد وأن نتجنب فعلها أثناء هذا الخلاف لأنها لا تعود على أصحابها إلا بالضرر سواء آنيا أو لاحقا من هذه الأمور مثلا العناد بين الزوجين حبيباتي هذا العناد يقتل الحب ويقتل السكينة ويقتل المودة والرحمة في البيت خاصة وإن كان هذا العناد في المسؤولية وفي تحمل المسؤولية التي هي أمانة في أعناقنا وفي رقابنا وسنتحملها ونساءل عنها أمام الله سبحانه وتعالى يوم الحساب لذلك حبيباتي مهما ترى الخلاف بيننا لا بد وأن نراعي حق الله في بيتنا وفي أزواجنا وفي رعيتنا ألسنا رعاة في بيتنا؟ ألسنا مسؤولين عن هذه الرعية؟ مهما كان الخلاف الزوج لا يهدد زوجته بأنه سيحملها هي المسؤولية المادية لبيتها ولأبنائها وأنه لن يتكلف بأي شيء بسبب هذا الخلاف هذا غير مسموح به لأن أبنائك هم مسؤوليتك وأمانة عندك تحاسب عليها أخي مهما كان الخلاف بينك وبين زوجتك رعي حق الله في بيتك وفي أبنائك كذلك الزوجة تفعل نفس الشيء قد تهدد زوجها بأنها سوف تترك البيت أو أنها لن تتحمل مسؤولية الطبخ أو أي شيء أو حتى مسؤولية الأبناء ولربما تركت كل شيء على حاله بسبب هذا الخلاف أخت الحبيبة إياك أن تفعل هذا فلن يرجى منه خير أبدا لن يرجى منه أثر طيب أبدا بالحكس إن ضاقت بك نفسك أخرجي ونفسي عن نفسك وكما نقول غيري هذه الساعة بساعة أفضل ثم عودي إلى بيتك وبعدها يفعل الله أمرا فيه خير بإذن الله عز وجل تكون قد تراجعت النفوس وهدأت الأرواح فنعود بإذن الله عز وجل إلى سابق عهدنا وإلى أفضل مما كنا عليه إذن الشيء الأول الممنوع هو مسألة العناد في تحمل المسؤولية ثانيا يمنع الضرب الضرب ممنوع بين الزوجين أثناء الخلاف أنا أختلف معك وتختلف معي فلماذا نسب بعضنا ولماذا نشتم بعضنا ونشتم أهلنا وآباءنا وأجدادنا وديننا وقد نمد أيدينا على بعضنا ونحن قد اشتركنا فيما بيننا في الحلوى والمرى وبيننا أبناء وبيننا حياة وبيننا أشياء كانت كثيرة جميلة فلماذا نكسر كل شيء بهذا الضرب وبهذا الشتم وبهذا اللعن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب أحدا قط وما كان يشتم وما كان يلعن وخاصة هذه اللعنة أخت الحبيب لا تلعني بها زوجك فإن كان يستحقها فقد أخرجه الله من رحمته فكيف تعيشين مع زوج هو قد أخرجه الله من رحمته وإن كان لا يستحق هذه اللعنة فإنها تعود على رأسك فيخرجك الله من رحمته أتدرين ما اللعنة إنها إخراج من رحمة الله ونحن نتلاعن وتدرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج إلى الصلاة في أطحن أو عيد فطر فقال للنساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن له لماذا يا رسول الله فقال تكثرنا اللعنة تكثرنا اللعنة أي أنهن يكثرن من اللعن تلعن أزواجكنا وأبناءكنا وكل شيء قد تختلفون معه واللعنة شيء خطير وكبير فلابد أن نتجنبه ولابد أن نتجنبه هذه الأشياء العنيفة التي تعنف الجسد وتعنف النفس وتعنف الروح وتكسر كل شيء جميل كان بين هذه الزوجين إذن لابد وأن نتفادا إن كان ولابد أن نختلف ونتخاصم فلنخرج إلى الهواء الطلق ونتكلم بعيدا عن البيت بعيدا عن الأبناء بعيدا عن العائلة بعيدا عن كل أحد يسمعنا ثم نجد لأنفسنا حلولا الضرب لا يحل المشكلة والشتم لا يحل المشكلة واللعن لا يحل المشكل إنما يزيد من تعميقه كذلك من الأمور أختي الحبيبة هي مسألة الطلاق هناك زوجات كلما اختلفت مع زوجها تقول له طلقني أريد أن أتطلق هذه الكلمة أختي أتدرين مقامها عند الله قد يهتز لها عرش الرحمن أختي لا تطلب الطلاق لأي سبب كان يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد منهن الطلاق الطلاق ليس هزلا ليس تلاعبا ليس أمرا هينا نتلاعب به في كلامنا وفي مارحنا وفي إياك أختي مهما كان الخلاف أخرجي وروحي عن نفسك وعودي إلى البيت بإذن الله بشكل آخر اذهبي مثلا إلى الكفرة غيري شكلك اشتري شيئا البسيط امرحي مع نفسك اضربي موعدا مع نفسك في مكان جميل تنفسي الهواء بعمق مارسي رياضة توضئي اذهبي إلى الصلاة صلي اذكر الله صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصلاة عليه أسرار عجيبة استغفر الله عز وجل احمديه على كل حال وفوض له أمرك فلله تدبير في هذا الكون ولن يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فكيف يعجزه أمرك أختي لكن لا تطلب الطلاق فهو آخر العلاج ليس أوله كذلك حبيبتي لا تنبشي القديم وهذا الكلام أوجهه لك وللزوج أحيانا حينما نختلف نأتي بالقديم مع الجديد من يوم أن كانت خطوبتنا أو عرسنا ونبدأ في صرد الأحداث التاريخية ولنا ذاكرة عظيمة للأسف في هذه الأمور يعني نذكر حتى الأشياء الصغيرة التي كانت في العرس وأمك وخالتك وجارتك والتي كانت تطبخ ثم نأتي بالأحداث ونرادفها بعضا فوق بعض حتى نصل إلى الساعة هذه الأمور ما الفائدة منها ماذا ستنفعني أو تنفع هذه العلاقة هي مضت ونحن نعرفها وقد استبرنا عليها سنوات وتعايشنا وأنجبنا الأبناء فلماذا الآن تصار ما الفائدة منها هل للتنفيس عن النفس هل للتنفيس عن الذات نفسي عن ذاتك بأشياء أخرى وليس بذكر الماضي لأنك أنت تنبشين في الماضي وهو كذلك سينبش في هذا الماضي ولن تنته لن تنته بعد ذلك إنما ستثيرون زوبعة زوبعة لأسباب تافها ولأشياء ما كان أصلا يجب أن تذكر من الأمور أيضا ألا تدعي على زوجك وألا يدعي عليك إياك أن تدعي على زوجك وقد تكون أبواب السماء مفتوحة ويتقبل الله هذا الدعاء فتندمين بعد ذلك ادعي له بالهداية ادعي له بالصلاح فسوف يهديه الله عز وجل لك ويصلح أحواله ويكون كما تتمني لكن لا تدعي له أو عليه بالخراب أو بالفساد أو بالموت أو بالمرض أو بالمصائب فإنها إن أتته تكونين أول المتضررين وأول النادمين حينما ترين أبنائك وهم يبكون وهم يتألمون طيب حبيباتي لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل في تسجيل آخر بإذن الله عز وجل في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته . شكرا